طبعاً أنا فخور بمشاركة نادي الكهرباء في هذه البطولة سعيد جداً أنه نجحنا تنظيمياً وفنياً وأداء لعبين أداء رجولي كنا أبطال المباراة كنا مسيدين على المباراة كنا قريبين على الفوز أكثر من الفريق الكويتي المحمل بالألقاب والمحمل بنتائج كبيرة يعتبر هو من الأندية المميزة في القارة الآسيوية كونه حاصل على أكثر من مرة لبطول الاتحاد الآسيوي وثلاثين لقب محلة عدة تقريباً وإحنا يمكن ما نمتلك أي لقب لكن كنا الأقرب إلى الفوز وكنا يعني مميزين جداً بشهادة الجميع أستاذ علي من النوادر نشوف أنه الإعلام وكل الناس تتفق على نجاح أنتم نجحتهم دارياً هذا النجاح يخليكم أما مسؤولية أكبر يعني أنا كان اليوم عندي اتصال بمدرب الفريق المدرب يقول يقول يعني نجاحنا في المباراة اللي قدمناها أمام الكويت يجعلنا مسؤولية أكبر أن نقدم مباراة أكبر أنه نطمح أن الفوز بوضفر بكأس الاتحاد الآسيوي هاي الأشياء يعني هاي جبرون اللاعبين نفكر بها نتيجة المستوى الرائع اللي يقدموه أمام الكويت الكويتي أستاذ علي بداية خلينا نتحدث عن قانون الرياضة الموحدة اللي مزمع انطلاقه قريباً أو قراره أدتم كأندي شون فسنوا هذا قرار أو هذا قانون بسم الله الرحمن الرحيم هذا قانون ظالم وتعسفي وبيه فوقية أعتقد اللي وضعوا القانون هذا يعني ناس ويمكن عدا دكتور إياد بنيان مشتغل بالرياضة وصار رئيس نادي وصار رئيس التحاد الباقين كلهم ما مشتغلين لا بنادي ولا العمل الحقيقي هو بالأندية انت شون تسوي قانون وأساساً ما مشتغلك ساعتين بنادي فهذا القانون ما أعتقد رح يمشين يعني عنده وقفة كبيرة من كل الاتحادات والأندية وأيضاً مجلس الشورى الدولة ما رح يمشيهيش قانون موقفكم كأندية أكيد عندنا موقف كبير والأيام القادمة حبلة بالمفاجآت لكن هي تبقى في إطار القانونية وأعتقد مجلس الشورى الدولة ما رح يمشيهيش قانون